وقع محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات برتكول تعاون وذلك بشأن توفير برامج تأهيل وتشغيل شباب الخريجين وأكد محافظ القاهرة أن هذا البرتكول يأتي تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بالارتقاء بقدرات الشباب وبتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر عشرين ثلاثين